لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بيكون عزام مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يتهم الرسول بخيانة الرسالة نحن في الحلقة اللي فاتت شفنا مثال واضح على أرض الواقع على المسب الأشعاري يتمثل في الأزهر وشفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول أن الأزهر فعلا أشعاري والمغلطات اللي قالها شيخ الأزهر في الحلقة اللي فاتت أن الأزهر منذ نشأته هو أشعاري والكلام ده مش صح الأزهر كان شيعي إسماعيلي لمدة 200 سنة وتقفل 100 سنة وشيخ الأزهر قال إحنا مش هنغير مسهبنا مهما قالوا عنه طيب ليه؟ قال لأنه مسهب ارتضاء غالبية المسلمين برغم أنه مش مفهوم لكنه كمسهب متجزر في نفوس الأمة وطبعا الكلام ده غير أكاديمي بالمرة وتابعوني في حلقة النهار ده عشان نكتشف إزاي نشأ المسهب الأشعاري بس هفكركم باللي قلناه في حلقة رقم 63 كان بعنوان الرسول حي ولم يموت عند ابن حجر وإن الأشعارة بيؤمنوا إن الرسول حي حتى بعد موته وإنه نبي وكلام ده نقلناه من الحاول الفتاوي لجلال الدين السيوتي لما قال وإذا صح لنا هذا الأصل كنا نبينا قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته وانتهى يعني الرسول حي بعد وفاته وعلى نبوته وطالما إن الرسول حي بعد وفاته وعلى نبوته يبقى أن النبي عند المسلمين معصوم فأكيد هيكون معصوم وطبعا العصمة دي في حالة رؤية النبي في المنام والكلام ده زي ما نقلناه أكده ابن حجر في شرح الحديث وسهل بخير يكتب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وبيقول وكأنه حمله على ذلك إن رؤية الأنبياء واحد وإن عصمته في المنام قال يقضى وطبعا العصمة للأنبياء مش بتكون بمجرد رؤيته في المنام دي مفهاش عصمة لكن العصمة عصمة أي نبي في إنه بيبلغ الدعوة أو التشريع يعني السادة الأشعارة بيؤمنوا إن الرسول ممكن يشرع في المنام لأن كلمة عصمة تقتدي التشريع يبقى الرسول حي بعد وفاته وعلى نبوته ومعصوم وعصمته في المنام زي ما بيقول ابن حجر يعني الرسول ممكن يشرع في المنام وفعلا ابن حجر قال الكلام ده في شرح حديث عيل بخاري كتاب الاستثقاء باب سؤال الناس الإمام الاستثقاء إذا قحدوا يقول كده حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن النار عن أبيه قال سمات ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستثقى الغمان بواجهه سمال اليتامة عسمة للأرامل طبعا ابن حجر لما شرح الحديث ده اللي هو أصلا مبارة عن بيت شعر وإحنا علقنا على إزاي بيت شعر الكافر يبقى حديث للرسول في صحيح البخاري اللي المفروض أصح اكتب بعض الكرآن والكرآن نفسه بيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له وده كلام ده في سورة سياسين تسعة وستين يعني القرآن بيقول أن الرسول ما يقولش شعر يقوم البخاريين الشعر أبو طالب الكافر على إنه حديث وطبعا شوفنا ابن حجر في شعر الحديث بيستشهد بحديث وإحنا ما يهمناش دلوقتي صحية الحديث أو ضعفه المهم أن ابن حجر عاوز يقول إيه لما استشهد بالحديث ده وده كان بيت شعر زكراه البخاري راح ابن حجر شرح وقال إيه وروا ابن أبي شايبة بإسنات صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحت في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي فقال يا رسول الله استسقل أمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر وإحنا شرحنا الحديث ده وقلنا أن في واحد راح قبر الرسول وطلب من الرسول أن يكونش مطر لأنه كان في جفاف في زمن عمر فالرسول جاله في المنام وقال له اسهب لعمر وفي الحديث ده توجيه من النبي اللي من رأى في المنام أنه يروح لعمر طبعا المنام ده عبارة عن طلب الدعاء من الرسول اللي يأتي المطر وقلنا أن ده شرح جديد وسميناه توسل منامي وقلنا أن ابن حجر لأنه بيؤمن أن الرسول حايف قبره وأنه نبي معصوم فلو حد شايفه في المنام بيشرع يبقى التشريع ده يجب امتساله والكلام ده قاله ابن حجر في شرح سهل بخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام يقول كده عن أبا هريرة قال سمعت النبي يقول من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان ده شرح ابن حجر مهم جدا نشوف الشرح بيقول إيه يؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي يأمره بشيء هل يجب عليه امتساله ولابد أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم يعني الرسول بالنسبة للأشعارة ممكن يعطي حكم إشارعه ليه؟ لأنه حي بعد وفاته وعلى النبوته ومعصوم واسمته في المنام زي اليقظة وإنه يجي في المنام ويشرع وكل ده أثبتنا بالمراجع في حلق رقم 63 وكانت بعنوان الرسول لم يمت عند ابن حجر طيب إيه رأيكو؟ لو أشعاري قال أن الرسول في المنام ممكن يعطي دين جديد أو مسهب جديد ومسهب يكون الأشعاري راضي به ومبسوط وبس مش فاهمه وفي نفس الوقت المسهب ده متجزر في نفسيته وسلوكه زي ما بيقول شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب الأشعاري راضي بمسهب مش مفهوم متجزر في نفسيته كسلوك الكلام ده قاله شيخ الأصهر حرفيا وممكن ترجعوا للحلقة اللي فاتت عشان تتأكدوا من الكلام ده للأول مرة يسمع الحلقات وخلينا نشوف كلام شيخ الأصهر وهو بيتكلم عن مؤسس مذهب الأشعاري الإمام الأشعاري هو نشأ على مذهب المعتزر وظل تقريبا أربعين سنة على خلاف في تحديد هذه الفترة وكان في ذلك الوقت يعتبر هو فيلسوف المعتزر شوفنا الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول الإمام أبو حسن الأشعاري هو نشأ على مذهب المعتزر وظل أربعين سنة على خلاف في تحديد هذه الفترة وكان في الوقت ده يعتبر فيلسوف المعتزرة ونواصل كلام شيخ الأصهر مع بعض في البتزول اللي جاي هو الحقيقة فيه المؤرخين اللي هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكن يصدق ثم جاءت رؤية ثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلم هذا وهنا شيخ الأصهر بيقول كلام خطير جدا هو في الحقيقة أن المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة بعدهم مثلا زي ابن عساكر مثلا بينص على أن الأمام الأشعري رأى النبي ثلاث مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد اللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من المذهب اللي هو مذهب المعتزلة وطبعا أول رؤية هو لا يكاد يصدق ثم جاءته الثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلم هذا وإحنا هنا بنلاحظ شيء خطير جدا أن النبي ظهر في المنام وكلم الإمام أبو حسن الأشعري أنه يقاعد للمذهب الجديد يعني الرسول كان نبي بين الصحابة 23 سنة وبعد موته بـ 250 سنة تقريبا ظهر في المنام للإمام الأشعري والرسول قال له حاجة ما قالهاش للصحابة في حياته أو على الأقل كان يصر للصحابة بعد موته تفتكروا ممكن الرسول كان نسي مثلا يقول للصحابة عن مسهب أهل الحق في حياته ولا احتمال تاني ممكن الرسول كان مكسوف أن يصر للصحابة في المنام ويقول لهم ده أنا نسيت أقول لكم عن مسهب أهل الحق طب ليه ما ظهرش الإمام أبو حنيفة أو مالك أو شفع أو أحمد بن حنبل إش معنى ما ظهرش إلا للإمام أبو حسن الأشعري هل يا مسلمين الرسول كده خاني الرسالة مثلا وخاني الإمانة وما قالش عن مسهب أهل الحق يعني وهو كان على مسهب الباطل هل الشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب والأشعرة بيتهم الرسول أنه خاني الرسالة في حياته وما قالش الاستحابة عن مسهب الحق وبعد موته فضل كتم في نفسه أكتر من 250 سنة تقريبا ولما ظهر للإمام الأشعري ما عبرش الرسول المرة الأولى أو زي ما بيقول شيخ الأسهر وطبعا أول رؤية هو يعني لا يكاد يصدق هل مسهلا مش مصدق أن الرسول جاله في المنام؟ إيه السبب؟ أن الإمام الأشعري ما صدقش أول مرة أن ده الرسول هل كان شاكك أن ده شطان؟ طيب فعلا ممكن يكون شطان وخصوصا أنه بيقول له مسهب أهل الحق يعني الرسول يروح لواحد مش من أهل السنة والجماعة ومعتزلي طول عمره بل ومش معتزلي بس ده بيعتبر كمان فيلسوف المعتزلة للمدة 40 سنة ويقول له قاعد للمسهب الجديد ده سؤال لك يا شيخ الأسهر وكل الأشعر إزاي الرسول يروح لواحد معتزلي يعني مبتدع أصلا ويقول له اعمل مسهب جديد ودلوقتي أنا هعمل مراحص لحلقة النهاردة إحنا تكلمنا النهاردة أن الأشعر بيؤمنوا أن الرسول حي في حياته حتى بعد موته وحي حياة حقيقية في قبره وأنه نبي ومازال عن نبوته ومعصوم وممكن يجي في المنام ويشرع وبناء على هذا شيخ الأسهر دكتور أحمد الطيب بيأكد لنا نفس الفكرة أن الرسول جه في منام الإمام أبو حسن الأشعري ثلاث مرات فأول مرة الإمام الأشعري ما صدقش والرسول قال له قاعد للمسهب الجديد وكان سؤالنا هو الرسول نسي قاعد للمسهب ده قبل ما يموت ولا كان متعمد يعني ما يقولش عليه وتابعوني الحلقة الجاية عشان نكمل هل الإمام أبو حسن الأشعري هيعلن الرؤية دي ويقاعد للمسهب ولا هيعمل إيه؟ تابعوني الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المسهب ترجمة نانسي قنقر